السلام عليكم إجراء تحقيقات عاجلة حول مخالفات بعض حفلات التخرب أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقيباً على ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الخروج على القيم والأعراف الجامعية في بعض حفلات تخرج طلاب الجامعات والمعاهد أن الدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة في المخالفات التي شهدتها بعض حفلات تخرج الطلاب ببعض الجامعات والمعاهد مؤكداً على إفادته بنتائج التحقيق بشكل عاجل موجهاً باتخاذ كفة الإجراءات المقررة قانوناً تجاه كل من شارك في تنظيم وإدارة هذه الحفلات من كفة مستويات المنظومة على مستوى أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب وأكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات سوف تعرض نتائج أعمالها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات القادم بشأن تطبيق الآليات التنفيذية التي تحقق الحفاظ على الأعراف والتقاليد الجامعية وتصون هيبة الجامعات وصورتها في المجتمع كما يناقش المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه القادم آليات تنفيذ القانون من خلال الجهات المعنية بالدولة تجاه كل من يستخدم اسم الجامعات أو الكليات في تنظيم حفلات تخرج خارج أسوار الجامعة مستغلاً أسماء الجامعات والكليات المختلفة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعاً لنا لنستمر في نشر المزيد